فككت فرق التحقيق المختصة خيوط جريمة قتل قديمة جداً في سياق برنامج إعادة فتح ملفات الجرائم المجهولة وذلك بعد 35 عاماً على وقوعها في عمارة شمال عمان لتصبح بذلك خامسة جريمة قتل مقيدة ضد مجهول يكتشف مرتكبوها منذ مطلع عام 2022 والثالثة خلال الشهرين الماضيين بحسب مديرية الأمن العام بعد 35 عاماً على وقوعها ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القاتل المفترض في جريمة مقتل عامل وافد في عمارة قيد الإنشاء عام 1987 المتهم اعترف بأنه أطلق أعيرة نارية صوب الضحية الذي كان يحرس العمارة ولدى محاولة الأخير صده عن سرقة معدات ومواد بناء من موقع الجريمة بحسب الناطق باسم مديرية الأمن العام فرق البحث الجنائي كانت قد كشفت ملابسات جريمة قتل سيدة ثلاثينية خنقاً عام الفين وثلاثة ومقتل الشاب قبل ستة وعشرين عاماً على يد شقيقه مصدر أمني أكد أن البحث الجنائي وقسم الأدلة والمختبرات الجنائية يحتفظان بكل أثر ودليل في مسارح الجرائم ضمن قواعد بيانات ضخمة ما يتيح إعادة فتح الملفات في أي وقت ومطابقة القديم بالجديد وبموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية بند التقادم لا يسر على ملفات الجرائم المقيدة ضد مجهول وهو ينطبق على القضايا الجنائية بعد عشر سنوات على مصادقة محكمة التمييز عليها وفي الجنح بعد ثلاث سنوات ترجمة نانسي قنقر